اشتركوا في القناة ويستهزئ بالعلماء ومات هل نترحم عليه يا أخي لقد ورد في سؤالك الكثير من الأمور واحدة منها تكفي أن الناس إذا صادفوا مثل هذا وهو ميت أن يتركوه ألاش انت كتقول لي واسمه يستهزئ بالدين وبالقرآن ويتبرأ من الإسلام واسمه قاله هذا ما الذي بقي له ويتهجم على صحابة رسول الله ما الذي بقي له هذا إنسان إن شاء الله في دينه لا يصلي ويستهزئ بالصلاة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وسب الدين والاستهزاء بالقرآن كل هذا ولا ياذب الله أمور تخرج الإنسان من الملة إذا مات على هذه الحالة فالأمة ينبغي أن تتحمل المسؤولية المعنوية والشرعية عليهم أن يأرضوا حقيقته على الناس وأن يتركوه هكذا لكي يكون عبرة لكل من يتهجم على ديننا هذا لا يجوز في الإسلام أن يصلى عليه لأنه إذا مات هكذا مرتدا ولم تعرف عليه توبة فهذا إنسان عياذا بالله لا ينبغي أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لكي يكون عبرة للآخرين حتى لا يكون الدين نهشا لأمثال هؤلاء وأمره إلى الله سبحانه عز وجل ترجمة نانسي قنقر